اختتمت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية في مجال النظام المحاسبي الموحد لتأهيل عدد من كوادرها المحاسبية ضمن الجهود الحكومية لتنفيذ وتحقيق الإصلاحات في القطاع المالي وهدفت الدورة إلى تأهيل نحو 30 مشاركا من مدراء الحسابات في المؤسسات العامة والهيئات والصناديق الحكومية نظريا وتطبيقيا في مجالات عملهم المتصلة بالأنظمة المحاسبية في ختام الدورة قام وكيل وزارة المالية عمر العبد ووكيل وزارة المالية المساعد خالد الحوثري ومدير عام إدارة التدريب والتأهيل في الوزارة عمر الخضيري قاموا بتسليم الشهادات التقديرية للمتدربين المشاركين في الدورة